أتعرف المسالك المختصرة وموقع عقدة على الشبكة أولاً الأطفال يبحثون في الغابة عن المخيم وصل العقدة ألف فوجدوا الرسائل الثلاثة التالية ألف أبحث عن الرسالة التي تدل الأطفال على المخيم دون رسم المسالك بعد التماعني جيداً في محتوى الرسائل الثلاث تبين لنا أن الرسالة الثالثة هي التي تدل الأطفال على المخيم بشكل صحيح باء حرر للأطفال رسالة توصلهم إلى المخيم بأصغر عدد من الخطوات الرسالة كالآتي جيم أنقل الكتابات السهمية الواردة بالرسائل الثلاث وأختصرها الرسالة الأولى الرسالة الثانية الرسالة الثالثة ثانياً ألف أعبر بكتابة سهمية عن المسلك المرسوم من المنزل ميم إلى المدرسة دال الكتابة السهمية باء أرسم مسلكاً مختصراً من المنزل إلى المدرسة نرسم المسلكاً المختصراً باللون الأزرق جيم أعين الخطوات التي تخليت عنها نقوم بوضع الخطوات التي تخليت عنها في إطار كالآتي ثالثاً هذه ثلاثة مسالك تربط منزل الفلاح ميم ببستانه باء أساعده على اختيار المسلك المختصر يجب على الفلاح اتباع المسلك المبين باللون الأخضر أعلّل اختياري لأن عدد خطواته أقل رابعاً اتبع كل من الحلزون والأرنب والسلحفا مسلكاً ذا لون واحد للوصول إلى الخص ألف أعبر بالأسهم عن مسلك كل حيوان مسلك الحلزون مسلك الأرنب مسلك السلحفا باء أختصر كل مسلك جيم أرسم على الشبكة المسلك المختصرة لكل حيوان وأعبر عنه بالأسهم المسلك المختصرة للحلزون سيكون باللون الأصفر المسلك المختصرة للأرنب سيكون باللون الأسود المسلك المختصرة للسلحفا سيكون باللون البنفسجي كالآتي دال أعبر عن هذا المسلك باستعمال عددين فقط الحلزون الأرنب السلحفا خامسا ألف انطلق سائح من النزل الذي يقيم فيه حسب ما هو مبين على الشبكة في اتجاه متحف المدينة الذي تمثله العقدة أعين النقطة ميم التي تمثل المتحف وأرسم المسلك الذي سلكه السائح بعد هذه الزيارة زار سوق النحاس الواقع في العقدة نون ومغازة الصناعة التقليدية الواقعة في العقدة صاد أعين موقعي هذين المكانين بالنسبة إلى العقدة ميم التي تعين المتحف سادسا بعد جولة في مدينة المهدية للإطلاع على معالمها الأثرية قررنا رسم المسارك التي اتبعناها على الشبكة أعبر باستعمال زوج واحد من الأعداد عن موقع كل معلم بالنسبة إلى محطة الحافلة حاء موقع برج الراس موقع السقيف الكحلى سابعا أعد أبي رسما مصغرا لمنزلنا الجديد وقدمه إلى مهندس معماري لمعرفة هذا الرسم أعتمد ألف عقدة نون أصلا لجميع المسارك على الشبكة با المعطيات المقدمة في الجدول التالي ألف أرسم على الشبكة هذا المثال المصغر وفق خطوطها ألف با أسمي أجزاء المنزل ألف با ميم نون نون را صاد جيم نون ميم سين جيم را ميم سين صاد جيم سين ثاء قاف كل خطوة على الشبكة تمثل مترا واحدا ما شكل كل جزء من أجزاء المنزل وما بعداه الحقيقيا كل الأجزاء مستطيلة الشكل وهذه بعضها المستطيل ألف با ميم نون البعداني بالمتر ستة وخمسة متر المستطيل نون را صاد جيم البعداني بالمتر ثلاثة وأربعة متر المستطيل نون ميم سين جيم البعداني بالمتر ستة وأربعة متر المستطيل را ميم سين صاد البعداني بالمتر ثلاثة وأربعة متر جيم سين ثاء قاف ستة وخمسة متر ألف نون لام ذال سبعة وخمسة متر نون قاف عين لام تسعة وسبعة متر تسعة وخمسة متر تسعة وخمسة متر